موسيقى 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 وقام مظفر الدين كوكوبري ابن زين الدين صاحب اربل في نصر عماد الدين زنكي والتجرد لمساعدته فراسله بدر الدين لؤلؤ يذكره الايمان والعهود التي من جملتها انه لا يتعرض الى شيء من اعمال الموصل ويطالبه بالوفاء بها وقام مظفر الدين كوكوبري ابن زين الدين صاحب اربل في نصر عماد الدين زنكي وتجرد لمساعدته فراسله بدر الدين لؤلؤ يذكره الايمان والعهود التي من جملتها انه لا يتعرض الى شيء من اعمال الموصل ويطالبه بالوفاء بها اذا طالبه بالوفاء بهذه العهود يقول ثم نزل لؤلؤ عن هذا ورضي منه بالسكوت لا لهم ولا عليهم رضي منه بان يسكت رضي من كوكوبري ان يسكت لا لهم ولا عليهم فلم يفعل كوكوبري واظهر كوكوبري معاضدة عماد الدين زنكي فحينئذ لم يمكن مكاثرة زنكي بالرجال والعساكر لقرب هذا الخصم كوكوبري من الموصل واعمالها الا ان العسكر البدري اي جماعة بدر الدين الموصلي الا ان العسكر البدري محاصر للعمادية وبها زنكي ثم ان بعض الامراء من عسكر الموصل ممن لا علم له بالحرب وكان شجاعا وهو الجديد الامارة اراد ان يظهر شجاعته ليزداد بها تقدمه التفت جيدا واضح من هذا الكلام يعني من سياق الكلام من النبر من الصيغة من توجه الكلمات انه يريد ان يبرر هزيمة ستحصل لصاحب الموصل ثم ان بعض الامراء من عسكر الموصل ممن لا علم له بالحرب لاحظ هنا التبرير تبرير لهزيمة لاحقة يقول ممن لا علم له بالحرب وهو لا يريد ان يسجل اي سلبية وثغرة على الزنكيين فاعطى المبرر يقول ممن لا علم له بالحرب وكان شجاعا وهو جديد جديد الامارة اراد ان يظهر شجاعته ليزداد بها تقدمه اشار على من هناك من العسكر بالتقدم اليها ومباشرتها بالقتال وكانوا قد تأخروا عنها شيئا يسيرا لشدة البرد والثلج فلم يوافقوه وقبحوا رأيه فتركهم ورحل متقدما اليهم ليلا لاحظ يعني ميل ابن الاثير مع الزنكيين ومع زنكيين الموصل بالخصوص ومع من ينتمي للزنكيين بعنوان المملوكية بعنوان السلطنة والدولة والموطن يقول فلم يوافقوه وقبحوا رأيه فتركهم ورحل متقدما اليهم ليلا فاضطروا الى اتباعه خوفا عليه من اذى يصيبه ومن معه فساروا اليه على غير تعبئ لضيق المسلك ولانه اعجلهم عن ذلك وحكم الثلج عليهم ايضا فسمع زنكي ومن معه فنزلوا ولقوا اوائل الناس هذا زنكي عماد الدين ليس صاحب الموصل فسمع زنكي ومن معه فنزلوا ولقوا اوائل الناس واهل مكة اخبروا بشعابها فلم يثبتوا لهم وانهزموا وعادوا الى منزلتهم ولم يقف العسكر عليهم فاضطروا الى العود فلما عادوا راسل زنكي باقي قلاع الهكارية والزوزان واستدعاهم الى طاعته فاجابوه وسلموا اليه فجعل فيها الولاة وتسلمها وحكم فيها التفت هنا الى ان ابن الاثير في هذا المورد حاول حشر اسم نور الدين حشرة فلو كان هذا نور الدين الصبي فلو كان موجودا فعلا وكان الامر بيده وكان يظهر للناس ويجالسهم ويحكم بينهم لبطلت حجة الزنكي عمه اعماد الدين لبطلت حجة الزنكي في احتلاله البلدان بدعوى ان اخاه قد مات وان لؤلؤة هو الحاكم ويريد ان يسيطر على البلدان مع ملاحظة ان ابن الاثير نفسه غير مقتنع بقضية نور الدين ووجوده او فعاليته غير مقتنع بقضية نور الدين الصبي ووجوده او فعاليته فهو لما يذكر العساكر لا ينسبهم لنور الدين بل ينسبهم للؤلؤ بدر الدين وكذا الاوامر الصادرة والتعيينات فمثلا قال وسلم القلعة الى نائب بدر الدين لؤلؤ كذلك وجعل بدر الدين في غير العمادية من القلاع نوابا له وقال الا ان العسكر البدري محاصر للعمادية اقول دولة غريبة الاطوار ومن اغرب ما تسمع وتقرأ وتتصور من صراعات على الملك مع غدر وخيانة وتآمر من قطع النظير بين الاب وولده وبين الاخ وأخيه وبين العم وأب من أخيه وبين الانسان ونفسه والغريب ان المحرك والمنفذ لذلك مماليكهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم